تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء المحتجزين الذين تعتزم وحركة حماس اطلق صراحهم ضمن الدفع السادسة في وقت لاحق اليوم بموجب الهدنة التي تشارف على الانتهاء ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مكتب رئيس الوزراء بن يمين ناتنياهو أنه تم إبلاغ عائلات المدرجين في القائمة بقرب الإفراج عنهم دون تقديم مزيد من التفاصيل وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز عشرة أيام وإطلاق صراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بمن فيهم الجنود مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تدخل الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يومها السادس مع ترقب تبادل الدفعة السادسة من الأسرى والمحتجزين بعد أن شملت الدفعة الخامسة ثلاثين فلسطينيا من النساء والأطفال تم تسليمهم مقابل عشر محتجزات إسرائيلية وإثنين من الرعاية الأجانب بحسب اتفاق الهدنة وفي بتوانيا بالدفعة الغربية المحتلة تم استقبال عدد من الأسرى في أجواء من البهجة وكانت في استقبالهم حشود رفعت أعلام الفصائل الفلسطينية الأسرى الذين عادوا أدلوا بروايات عن التنكيل بهم وتكسير عظام بعضهم وتركهم دون علاج أو رعاية وفي حالة صحية متدهورة أما الصورة على الجانب الآخر فكانت مغايرة فقد شملت رعاية الفصائل الفلسطينية جميع المحتجزين فعادوا في صحة جيدة بشهادة أطقم طبية إسرائيلية ولأول مرة يتم تسليم المحتجزين ضمن مجموعة مشتركة بين القسام وصرايا القدس منذ بدء اتفاق التبادل ومن اللافت للنظر ظهور عناصر المقاومة الفلسطينية في كامل عتادهم ما أثار صدمة وسائل إعلام إسرائيلية من رسائل القوة التي لا تزال المقاومة تبعثوا بها رغم العدوان الوحشية على قطاع غزة